اللي طبعا هنتكلم عن نظام التشغيل الموجود على الهاتف بتاعك بالاخص نظام الاندرويد اللي هنتكلم عن نظام الاندرويد الروم الموجود على الجهاز بتاعك اذا كان جهازك سامسونج او هواوي او شاومي او جهازك من شركة جوجل طبعا في نصول من رسمة بهواتف جوجل كويس هنعرف النظام وزي ما قاله بتكون من كيف واي شركة الاختلاف بتاعنا التاني شنو طبعا ندردش الليلة ما عندنا الحاجة بننزلها في الجهاز تعارف جهازك والحاصل فوقه شنو وتعارف نظام التشغيل ذاته الاخفياته والتقيلياته واي نظام بيفرك على التاني شنو فيا حبزة لو عندك كباية قهوة كده او شاي لو يتمنها للشاي كويس واركز معاي تمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللي طبعا يا جماعة حنتكلم عن نظام التشغيل اللي هو بيدير الجهاز او بنسيغ لك العملية الموجودة في الهاتف بتاعك وخليك تقدر تفتح الكاميرا وتعمل المهام في تلفونك وتعمل كل حاجة في الجهاز بتاعك ويديك الاداء المطلوب والحاجات دي كلها اول حاجة جماعة نظام التشغيل ده بيجي من وين والبسنوع منه طبعا اول حاجة النظام طبعا بيجي من شركة جوجل اللي هو النظام الاندرويد شركة جوجل بتطلع النظام البيور الخام يعني وقت تقول لك بيور معناه نظام خام النظام الخام ده بعد كده بتوزع على الشركات الشركات بتشيلوا بتنزلوا في التلفونات بداعتها زي منوك يعني يعني هي بتشيل النظام ده بتديلي يا سامسونج بتقول لي يا سامسونج هاكي بتشتري منا طبعا تديلي يا سامسونج تديلي هواوي تديلي شاومي بتبيعوا للشركات تمام؟ بعد كده اي شركة بتعدل في النظام وتنزل لك في الهاتف بتاعه أول حاجة شركة جوجل بعد ما تصنع النظام طبعا شركة جوجل عندها هواتف ذاته عندها هواتف اللي يسمها هواتف جوجل طبعا أول كان جاي بالنظام اللي هو هواتف نيكسس لو ما سمعت بالكلام ده أكتب في جوجل هواتف نيكسس هتعرف إنه هواتف نيكسس دي هي كانت تابعة لشركة جوجل يعني كان بتدي شركات تصنع كويس تصنع لها الجهاز بتاعها لكن بتنظل فيه نظام تشغيل بتاع شركة جوجل لكن بعد كده بيقى تصنع هي زاته الجهاز بنفسها بعد ما انتهت آخر النسخة كانت من هواتف نيكسس اللي هي فيه 2015 بعد كده تغيرت السلسلة بيقى هواتف بيكسل هواتف بيكسل لحد دي هسي حاليا بيكسل سيكس رحي نزلينا في السنة دي دي هواتف بتاع شرية جوجل طبعا هواتف شركة جوجل النظام بتاعها خام بيور نظيف ما فوق تعقيدات كتيرة وما فوق مشاكل كتيرة ونظام سلس وخفيف ويعني صاروخ التلفون قدlause مكني يقول معك 3 أربعة خمس سنة بيكون نظيف ما فوق تعليق ونظام خفيف وما فوق مشاكل وأجمل حاجة طبعا في الهواتف اللي هي من شركة جوجل اللي هي الكاميرا بتاعتها الكاميرا بتاعتها جماعة أفضل كاميرا ممكن تلقاها على الهواتف بتاعة الأندرويد هي جاية من شركة جوجل طبعا هي مبدعة في موضوع الكاميرات وبالاخص موضوع الصور لو سألت اي زول او اي شخص عنده علاقة بالتلفونات او بيتكلم عن التلفونات وكتبه الكاميرا بتاعة جوجل هيقولك احسن كاميرا موجودة اللي هي الموجودة في هواتف جوجل عامة ان اذا كانت النكسس او كانت سلسلة البيكسل طبعا كانت سلسلتين سلسلة النيكسس انتهت 2015 وبعد كده بدت سلسلة البيكسل اذا سلسلة النيكسس وسلسلة البيكسل تابعة لشركة جوجل قلنا بعد كده الشركات تشتر النظام من شركة جوجل بشيله مثلا لدينا شركة سامسونج تديها النظام خام او نظام بيور بعد كده الشركة بتاعة سامسونج بشيل النظام ده بتضيف عليه اللمسات بتاعتها ونظام اللي هو الواجهة بتاعتها الون يو اي بتعدل عليها لما كان طبعا تطش ويز بيقد تعدل عليها وتضيف عليها البرامج بتاع السامسونج المخصصة شاومي نفس الحكاية برضو تضيف الواجهة بتاعتها والبرامج بتاعتها وبعد كده بتنزل لك في التلفون بتاعها يعني هي بتعدل علي النظام الفريق شنو بين النظام الموجود علي الهواتف بيكسل والموجود علي الهواتف سامسونج وشاومي وون بلس والجوطة دي كلها قل لي الموجود علي الهواتف سامسونج ده بنسميه روم رسمي معدل يعني فوق التعديلات لانه الشركات دخلت فيه التعديلات هو رسمي لكن فوق التعديلات اما الموجود علي الهواتف بيكسل او النيكسس ده روم رسمي خام نظيف ما فوق اي تعديلات شان كده بيكون خفيف والجهاز بيكون صاروخ اما بتاع سامسونج وبتاع شاومي كلها بتكون روم معدل روم رسمي معدل لانه بتضيف فوق بعض التعديلات وطبعا هي بتحاول تسريع الروم بتاعتها لكن برضو ما بيكون زي شن هواتف اللي هي بتاعت البيكسل في فريق حبة الهواتف بتاعت نوكيا تطلع جديدة والهواتف بتاعت وون بلس دي فيها روم بتاع هواتف بتاع اللي هو شركة جوجل لكن اضافاته بتكون قليلة يعني ماذا يحق سامسونج اضافاته قليلة فبيكون اخفة من شنو من سامسونج وشاومي وكلا يعني بيكون خفيف حبة ماذا يحق شنو حق هواتف سامسونج يعني بالتدريج حتلقي انه الاخفة بتاع شركة جوجل بعد كده بيجيك نوكيا وون بلس بعد كده بيجيك في شنو باقي الشركات التاني حسب شنو الاضافات بتاعتها الموجودة في الهاتف بتاعتها اضافاته للروم بتاعتها وضحت الفكرة كده جماعا انا كمستخدم احسن لي اياته جهاز طبعا عامة الهواتف اللي بيكون فيها تعديلات كثيرة زي حق السامسونج وهواوي بتديك امكانيات اكبر يعني بتضيف لك اشياء اكثر من شنو بتاعت البيكسل لانه خام لانه بتكون فيها اضافات كثيرة الجهاز طبعا بيكون سريع وبتجيه تحديثات اول باول بتاعت جوجل وبتكون كاميرته جميلة لكن التخصيصات والاضافات اللي بتكون فيه بتكون قليلة مازي حق السامسونج وهواوي هناك طبعا بيبدو عليك لانه بيضيفو لك كمية يعني الروم بتاع بيكون كبير وحجمه تقيل جدا لكن بتديك ميزات كثيرة لانه بيحشوه زي ما بقوله مجموعة من الاضافات انت طبعا لو عندك الامكانية ممكن تجيب هاتف بتاع بيكسل واحد لانه خفيف وبديك التحديثات وتعرف الروم الخامدات وشكل كيف والتاني بعد كده تستخدر معاك هاتف تاني من شركة تانية حسب بعد كده بتشنو الوضع بتاعك شنو اول انت تطالبو شنو من الحاجة دي لكن هواتف بتاعت بيكسل خفيفة جدا كاميرتها روعة لكن بعد كده سامسونج وهواوي باقي الشركات بيكون الروم بتاعها بيكون تقيل حبة يعني ما زي جوجل يعني مغارنة بجوجل بيكون ادقل حبة لكن تقصيصاته كثير جدا بيديك ميزات مضاعفة كثيرة جدا بعد كده وقت نمسك الهواتف الصينية اللي هي منها شاوميزاته وريلمي والحاجات دي طبعا دي عندها رومات حبة مختلفة حبة لانه في حاجة بسموها الروم الصيني والروم الاندونيسي والروم الهندي طبعا هناك ذاتوا عندهم جوطة انواع من الرومات كثيرة يعني دي برعة تانية دي الهواتف الصينية دي عندها جوطة برعة عندها رومات تانية مختلفة وافضل روم بيقول ليك هو الروم الصيني لانه فوقه ميزات مختلفة عن باقي شنو عن باقي الرومات بتاع تل بتجيك من ماليزي ولا اندونيسي ولا هندي دي طبعا انت لو عندك مجموعة بتاع شنو الهواتف الصينية دي شاومي ريلمي الجوطة دي كويس عندهم رومات تانية مختلفة لكن افضل روم عندهم الروم الصيني دي الهواتف شنو شاومي دي برعة عشان ما تلخ بتطلق جوطة بتاعتها دي هي صاحة الروم بتاعها هنا لكن برضو يعني من شركة جوجل لكن هناك عندها رومات صينية بيكون فيها تخصيصات واضافات اكتر من شنو من باقي الرومات بتاعت الهندية وباقي الرومات الجوطة التانية دي كده لحد هنا نحنا ماشيين كويس اذا نعرفنا الفريق هنا في نظام التشغيل الاسرع على الاطلاق اللي هو الخام الموجود على اجهزة البيكسل بعدية بيجيني هواتف نوكيا وهواتف وان بلس بعد كده بجيك باقي الهواتف التانية في موضوع السرعة طبعا من ناحية جوزة التصنيع والكلام ده طبعا بعد كده حسب الشركة طبعا سامسونج لها باع كبير جدا وهواوي لها باع كبير جدا في موضوع الصناعة من الكلام موضوع الصناعة لكن بيكلم عن الرومات لكن الشركة كل ما كان قديمة فده بيدل على ان نظام التشغيل بتاعها بيكون مستغير اكتر طبعا شاء اللي هو الاجهزة بتاع شاومي وريلمي نظام التشغيل بتاعها طبعا ما بحصل بتاع هواتف سامسونج وهواوي لانه بتكون اللي هي شركات قديمة ونظام التشغيل بتاعها بيكون اكثر استغرارا واكثر نجيا هنا فريق لكن طبعا بعد كده التجربة بتحتك والحاجة اللي انت طالبة من الهاتف هي اللي بتفرض الواقع بتاعها يعني انا ممكن اشيل ليه هواتف بتاع سامسونج لانه انا محتاج اضافات كثيرة يتريحني جدا في زول تاني ممكن تنفع معاه والهواتف بتاع بيكسل لانه خفيفة وسريعة وكاميرات جميلة دي بتنفع معاك كي انت كمستخدم حسب بعد كده حسب استخدامك ومتطلباتك بحد ديت يعتروهم اللي انت تستخدموا طبعا في شركات مشهورة بانه كاميرات جميلة ما في زي ما بقوله خلاف على الموضوع ده وعندها تخصيصات حتى بالكاميرات تخصيصات بداعتها بتكون شنو بتكون اكتر ازا هنا احنا عرفنا طلعنا بخلاصة انه الرومة اللي بطلع من شركة جوجل اللي هو الروم الخام دي الروم الاصلي بعد كده في روم رسمي معدل تعديل خفيف اللي بيكون على شهزة ونبلس ونوكيا والروم اللي بيكون رسمي لكن بيكون معدل تعديل كثير زي الموجود في سامسونج والموجود في هواوي بعد كده تاني في انواع من الرومات بيكون صناعتها المناطق زي الروم الهندي والروم الصيني والروم الاندونيسي طبعا دي للهواطف الصينية يعني ده هنا الموضوع بفريق هنا طبعا الناس اللي بتكلم عن الرومات المعدلة ده موضوع تاني طبعا قبل كده لكن عامة في قبل كده سألوني عن الرومات المعدلة يا جماعة انت وكدتكتب انه هاتفك كويس تخش الموقع بتاع الديكسي الـ XDA اللي هو موقع المطورين وكدتلقى الرومات هنا بتاعت هاتفك دير الرومات اللي بيكون التجربة بتاعتها عالية وبتلقى الناس يستخدموها كثير فبيكون التغييم بتاعها موجود ماذا وكدتمشي لك موقع تاني عشان كده لتا موقع الـ XDA موقع المطورين تلقى فوق الروم بتاع الجهاز بتاعت بعد تخش الموقع وتكتب اسم الجهاز بتاعت وبعد كده بتجيك الرومات المعدلة وتختار منها الروم اللي انت حاوزه او حسب بعد كده التعليقات الموجودة طبعا ما حقدر اقول لأي دول التجهازك المحوز معكدة لانه بعد كده التجربة بتختلف بتختلف من هاتف الى هاتف اخر طبعا انت بعد ما تجرب كم روم طبعا في ناس يقول لك الانترنت طبعا حكاية هي باعرا تجربة لانه لازم تاخد الروم بتاعك وتجرب وشوفه لينفا معك شنو. بها كيف تختار الروم المناسب ليك تتبع للناس باستخدام الرومات المعدلة. طبعا شطحنا حبة وطولنا حبة لكن قلنا حبة نغير من نوع المحتوى ببدل كل يوم الناس طبعا في ناس قال لي طوالي وحدات 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 قلنا نحب نغير المحتوى ونشوف الحاصل شنو. كده احنا خلصنا كلامنا عن الرومات او نظام التشغيل الموجود على الهواتف. لو فايحة طبعا نكتب ليه في التعليقات تحت. وطبعا ما تنسى الاشتراك في الغناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.